أنا ما عنديش نقطة تخلاح مع محمد سامي تغلي معي تاني؟ لا بتلقح على محمد سامي وعمل تشكر في محمد رمضان نومبر وان زايد اسم محمد رمضان كمان كانج وقد ايه هي مبسوطة انها اشتغلت معاه وعلى الناحية التانية قالت مش هشتغل مع محمد سامي تاني وهي كانت مرة واحدة والسلام وماش هتتكرر ده الكلام المنتشر عن زينة بسبب تصريحتها عن محمد رمضان تعالوا بينا نعرف ايه الحكاية اتكلمت زينة خلال لقاءها مع الاعلامية فاطمة مصطفى في برنامج الراديو بيضحك عن تفاصيل مسلسل جعفر العمدة اللي حقق نجاح مرعب في رمضان عشرين تلاتة وعشرين وما حدش كان متوقع النجاح ده ولا حتى صناع العمل كمان زينة اتكلمت عن محمد رمضان بشكل كويس جدا وشكرت فيه كأنهم صحاب وبتعرفوا بقالها سنين وشكرت في حقه وقالت اصرف الحاجات اللي حصلت ان انا اتعرفت على محمد رمضان بشكل شخصي انا كنت عرفا قبل كده كويس بس ما كانش فيه بيننا تواصل ومبسوطة اني تعرفت على محمد رمضان هو شخص محترم وحنين هو راجل هايل ومحترم وبتاع شغل انا اتبسط ان عرفت شخص اسمه محمد رمضان كبني ادم واستغربت انه يكون بالاخلاق الكويسة دي هو حنين وغلبان وكل حاجة فيه كويسة خلتني اندهش بسبب الكلام اللي بيتقال عليه ولما تعملت معاه عن قرب اتصدمت انه بني ادم كويس قوي مجرد ما الكلام ده انتشر الناس فتحت في الدفاتر القديمة وقالت باس دي قالت الكلام ده عن محمد رمضان وما تكلمتش عن محمد سامي خالص دي اكيد اصدها تلقح عليه وتبينله انها حبت الشغل مع رمضان وما حبتش الشغل معاه الغريب بقى ان زينة فعلا اتكلمت عن محمد سامي قبل كده وقالت انها مش هتشتغل معاه تاني ولو رجعنا بالزمن الورى بعد عرض مسلسل جعفر العمدة والصدى اللي عملوا في الشارع خرجت زينة بشوية تصريحات كده مع الاعلامية اسم ابراهيم في برنامج حبر سري وقالت اللي اقنعها انها هتشتغل في مسلسل جعفر العمدة كان المنتج محمد السعدي وحاول معها كتير جدا وهي احترمته لانه راجل محترم ده غير ان محمد رمضان هو بطل المسلسل وده اللي خلاها توافق بعد كده اتكلمت عن محمد سامي وقالت انا ما عنديش اي خلاف معاه لكن مش هشتغل معاه تاني وكملت وقالت انها اشتغلت مرة واحدة معاه بس مش عايزة تكرر التجربة دي تاني لانها حرة في اختياراتها طبعا اول ما قالت زينة الكلام ده الدنيا تقلبت على السوشيال ميديا وعناوين الصحف والاخبار اتصدارت ان زينة بتلقح على محمد سامي وكرهته وكرهته الشغل معاه واللي زاد وغطى بقى ان بعد نجاح المسلسل اتعمل صحور حضره كل الابطال لكن بعدها خرج محمد سامي يرد على التصريحات دي بعد ما انتشر ان السبب الحقيقي ورا كلام زينة انه خلاف على التتر وترتيب الاسماء ورد سامي وقال انه ما فيش بينه بين زينة اي مشاكل وان موضوع التتر وترتيب الاسماء ده حاجة بتخص الانتاج والتعقدات الخاصة بالممثلين وهو دوره يشرف فنيا على التتر بس وكمان قال انه بيوجه لها كل الاحترام والتقدير ومعندوش اي مشكلة شخصية معاها اما بالنسبة انها ما حضرتش الصحور فده امر خصاه هي لوحدها وقال انا تعزمت زي زي اي حد وبس كده لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن تابعونا على صفحة نجور 잉 زي اوز لا تم اقتضع